الواحد بيفرح لما تخش عليه بيت حلوة كده يا جميلة وطويلة انت طولك قد ايه لارة؟ انا متر خمسة وثمانين طيب بتتحكي ليه دلوقتي؟ لا عشان الطول ده قصاق يعني قليل قوي يعني دلوقتي قليل يعني متر مية خمسة وثمانين قليل؟ لا يعني قليل ان حد يسمع رقع طويل اه اه يعني ما شاء الله طيب لعب تلعبي باسكت صح؟ بلعب تانس كنت اه يعني محدش نقاك تلعبي باسكت اه بحب الباسكت بس عمري ما يعني بحبها كهوية بس عمري ما اشتركت انه اه يعني اه يعني اه العيبة يعني لارة دبانة ملكة جمال مصر 2014 اللي شجعك على انك تقدمي للمسابقة مين؟ مين؟ خالتي خالتي هاي مظبوط صح خالتي نعم خالتي خالتي مين بقى خالتي؟ خالتي هدى مدام هدى عبود هدى عبود ملكة جمال مصر 87 وهي اللي شجعتك تخدي 2014 هي الصراحة بتاعت ازاي الموضوع يعني انا كنت في السيف كان هي المسابقة عملت في السيف فانا كنت راجعة كنت لسه كانت فاصل الدراسي يعني السماسة تابعي كنت لسه مخلصة ورجع على مصر بقى في السيف خلصة ايه؟ اقدي يعني السماسة لا الجامعة كنت لسه مخلصت بس يعني عندي البريك ده في السيف وكده فرجعت بقى اول ما رجعت على طول كان عندي يعني 12 شهر شهرين اجازة فالمهم هم اتنين اصحابي بيقولولي في مسابقة سمعنا انه مسابقة ملكة جمال مصر ودي حاجة يعني بقالها فترة ما اتعملت بقالها ثلاث سنين اه يعني فقال فترة وكده قلت لي دي حاجة حلوة يعني انه experience حلوة يعني وانك تدخليها ومش عارفة ايه وليه ما تقدميش فأنا طبعا الاول عادت فاكت قلت مش عايزة او عايزة متردد ده لحد انا بقيت اخر واحدة اللي سجلت اسمي اني ادخل وبعدين لما دخلت بقى وبتديت افكر انه كده قلت خلاص يعني انا عارفة انه هدى يعني في العيلة كانت دخلت التجربة دي وقد ايه انبسطت وقد ايه تعلمت حاجات كتيرة وقلت ده اكيد شرف ليا اني اكون يعني حلم كمان كل بنت انها يعني تكون قادرة تشيل لقب انه هي ملكة جمال مصر يعني ده شرف ليا يعني اني اكون عندي لقب ده وقلت مش غلط ان الواحد يجرب فبس فقلت ادخل واخد التجربة واشوف بقى يعني ازاي كنته كم بنت بقى احنا كنا الاول 80 بنت وبعين صفصفه يعني انه بيقلله بقى يعني على 20 طب قوليه ليه بيصفصفه ليه يعني بتخرج بتخرج ليه هو طبعا بنبتدي يعني مثلا هو دايما مش بس بيبصوا على الشكل بيبصوا مثلا على الثقافة العامة مثلا البنت ازاي تقدر تجاوب على السؤال ازاي بتفكر ازاي ممكن تتعامل مع الناس حواليها ازاي لانه البنت اللي بتمثل مصر برا لازم تكون عندها ثقافة وتعرف تتكلم مع الناس وتقدم مصر بطريقة حلوة يعني مثلا تتكلم عن البلد ازاي عريقة والثقافة وازاي شعبها طيب يعني حاجات بسيطة كمان ممكن ترمز لمصر وتخلي السياحة كمان اقوى واقوى يعني تجيب الناس ويبقى فيه سياحة اكتر